بسم الله الرحمن الرحيم بنتناول في هذا المقطع Classification by Arm Configuration وبنشوف النوع الثاني السلندرق في النوع السابق احنا تكلمنا ان الروبوت كان يتحرك ثري لينيار أكسيز نجد بس عشان نبقى فاهمين احنا نمشي ازاي بنتحول من ثري لينيار الى وان روتشنال واثني لينيار واللي هما يظهر قدامنا في السلندرق يولي If the positioning of the manipulator allow the arm to rotate about the base and if the other two axes allow up and down and in and out motions يبقى ناخد بال يعمل ايه rotate about the base وعنده الاثنين اكسيزي التانين up and down و in and out يبقى the robot is known as cylindrical robot يبقى في السلندرق الروبوت عندنا one rotational واثنين لينيار تعال نشوفهم هيقوب ازاي اعوالا احنا نهمني جدا نحنا نشوف الworking envelope بتاع الروبوت فهو بيقول لي هنا ادي البيز اهي دي اللي بتعمل rotational motion اهي وعندي اتنين in and out و up and down يبقى هنا ادي ال in and out اهي in and out اهي in و out وعندي ال ايه ال up and down موجودة هنا يقول لي ايه المسافة اللي ما بين two dotted cylinders and cylinders هي دي اللي هي ايه اللي بنسميها ايه ال working envelope اللي هي المسافة دي او ادي ال radius بتاع دائرتين المسافة بين ايه two radius بتاع دائرتين خلاص يبقى هي دي المسافة ال working envelope what does it mean it means اننا الاستوانة الداخلية الروبوت ما يقدرش يوصل لاي شغلانة موجودة داخل هذه الاستوانة خلاص؟ يبقى دا ال working envelope او مجال الحركة بتاعه ما بين الاستوانتين اللي موجودين قدامه ديني مثال عليه كده فالي ايه اللي هو ايه ال construction كريم اللي بيستخدم في عملية البناء فبيقول لي عندي هنا ادي ال base rotate بزاوية و ادي ال in and out و ادي ايه ال up and down اللي هو ايه ال construction كريم تعال نشوف عايزين النقطة اللي هي ما كنا شغالين عليها برضو في ال كارتيزين روبوت اللي هي X ب 12 و Y ب 10 و Z ب 13 how to reach this point by the cylindrical robot احنا هنا عندنا كان هناك كان عندنا ايه التلاتة linear في الكارتيزين الماء هنا عندي واحدة rotational اللي هي ال base و اتنين الاكسيز التانية اللي هي linear فانا بيقول لي طب عشان اجيبك قيمة الزاوية جاما لان عشان اوصل لنقطة الاول ايه عمل ايه لف بقيمة الزاوية جاما اهو وبعدين طلع لقيمة ايه ال reach فاصبح عنده ايه اهو عشان يجيبي ال reach اهو و خبالك يبقى اذا وصل بهذه الطريقة طب هنجيبك كلام ده ازاي قال لي طب ما تجيبي ال reach خود ال reach عشان توصل الله خود المثلث اللي هو فيه ال reach وفيه ال x وفيه ال y فهو ايه ادي المثلث اهو واحد اثنين انا عندي x ودي عندي y ودي عندي الر فهنا انت عندك ال x ب 12 و ال y ب 10 وعندك ايه ال reach نستعمل بايثيجرس احنا نقول ان الر بتساوي ال square root بتاعت ال x square زائد ال y square يبقى انا كده جبت ال reach طب مطلوب مني اعرف ايه تاني مطلوب مني اعرف ايه تاني مطلوب مني اعرف خيمة الزاوية جاما طب جاما هي ايه مش مش هي عبارة ان انا قدر اجيبها بان انا اجيب ان هي قيمة مش الضلع ده هو اللي احنا بنقوله opposite او المقابل وده ال water يبقى اذا انا اقول ايه ان sine جاما بيساوي المقابل على ال water يبقى اذا انا اقول ان جاما بتساوي sine انا اسموا ال r بكده اقدر طلع قيمة هنا انا فيه اخد بالك انا عندي هنا ايه كده يبقى انا طلعت قيمة ال reach يعشان نوصل لأ هذه النقطة اندي base angle جاما اندي ايه قيمة ال reach واندي ايه الزد يبقى انا ثلاثة حاجات انciaوصل لأه هنا عندي base angle جاما وعندي ال r اللي هو ال reach وعندي المسافة اللي انا هطلعها لفوق اللي أنا بشاور لك على هذه اللي هي 30 اللي هي الزد هنا طيب دلوقتي عشان نوضح بس نقطة أنا في الربع الأول هنا يعني عندي X positive Y positive طيب لو أنا عندي X عندي Y positive و X negative يعني أنا في الربع التاني دا كده أو أو أن أنا همشي كده واجه في الربع اللي هو دا كده أنا عندي الربع الأول الفرس قواتران والسكند قواتران والثيرد قواتران والفورث قواتران يبقى أنا عندي هنا يبقى X negative Y negative Y positive Y negative X negative يبقى أنا لو في الربع التاني وعايزة يجيب قيمة الزاوية غاما يعني أنا في الربع دا وعايزة يجيب قيمة الزاوية غاما يبقى إذن هأقول إنه عبارة عن subtract from 180 لأن هنا ما بين Y positive Y negative يبقى أنا هنا عايزة يجيب قيمة الزاوية غاما أقول إيه هأطرح من 180 طيب إنقلني على الربع التالت يعني أنا هنا هو طيب هتقول لي أنت جبتها إزاي كده أنا أتحرك من المحور X مش أنا هنا برضو اتحركت من المحور X فأنا أتحرك هنا إيه من من على المحور X فأنا عشان أحرك غاما أتحرك كده فأقول لي إيه آه يبقى subtract from E طيب هنا ما بين لو عندي X negative و Y negative يعني أنا هنا موجود في الربع التالهي أقول له إيه add 180 بقيمة الزاوية غاما add 180 لأن أنا أمشي لأن أجيب الزاوية دي فأمشي أجيب 180 plus الجاما اللي أنا أمشي طيب أنا في الربع الرابع اللي هو X positive Y negative هأعمل إيه عشان أمشي المسافة دي إيه فأني subtract from 360 أوكي فتعالنا نشوف الكلام ده ونوضحه في المعادلات اللي أنا عملها لك هنا فأقول عشان أجيب الريتش بقول الـ square root بتاع X square زائد Y square طلعت قيمة X على أساس طلعت قيمة R على أساس X 12 Y 10 تعال الصين جمعها عبارة عن Y على R طلعنا قيمة الصين ومنها نطلع قيمة A الجاما بقى D أنا هنا طلعت R اللي هي الريتش وطلعت الجاما وعندي Z يبقى كده خلصت العملية بقول عشان أوصل للنقطة اللي هي X 12 Y 10 Z 13 بقول الـ base عند الجاما أهي وبقول لأن أنا عندي الريتش طلعت قيمته وهذه يبقى اثنين لينيار ووحدة روتش طب الكلام اللي أنا قلت لك هو بقول F X positive and Y is negative subtract from 360 طب F X is negative and Y is positive subtract from 180 F X and Y negative add 180 وكي شباب طيب تعال نشوف السلندر كالكورتنات فبيقول لي الpoints for cylindrical coordinate robots are specified as as points defined by two linear axes and one angle the linear axes are called Z and reach the angle is the angle of rotation ونحن نشوف عندنا الفيديو يوضح لي كيف السلندر كالروبوت يتحرك ونحن نشوف هنا يريد أن ينقل الأجزاء يضاع هنا ونرى ما يحدث هنا يعمل up and down وبعدين in and out في هذا الاتجاه يبقى up and down ويضع base rotation يدور base rotation خلاص وبعدين هو راجع يعمل ونرى الحركة in وبعدين out up and down هي هذه الحركات التي يعملها لكي ينقل الأجزاء يبقى عندي base rotation in up down وهكذا يعمل الحركات لكي يوصل لكي يجيب هذه الأجزاء بهذا نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع أراكم إن شاء الله في مقاطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله